بعد أن كانت البطاقة التومينية مصدراً غذائياً أساسياً لغالبية العائلات العراقية قبل عام 2003، أعلنت وزارة التجارة الحالية أن نهاية العام الحالي ستكون موعداً لانتهاء توزيع سلة الغذائية كاشفةً عن دراسة لوضع آلية لحجب البطاقة التومينية. المستشار الاقتصادي في الحكومة الحالية على الدين القصير أكد أن ما جرى بعد 2003 لمفردات تلك البطاقة هو عشوائية اختيار المسؤول عن تنفيذ البرنامج الغذائي الذي كان سبباً بضياع المعايير والبرامج الاقتصادية السابقة ما أدى إلى ظهور أسماء وهمية بالملايين تتسلم المواد الغذائية. مضيفاً أن المآربة السياسية التي ولدت الفساد المالي والإداري أيضاً كانت وراء عدم توزيع المواد الغذائية بشكلها الصحيح. أما أن أبا عارف الحمامي قال أن عدم فتح مجلس النواب لملفات الفساد في وزارة التجارة يعود لارتباط السجواب المسؤولين عن البطاقة التموينية بالإرادة السياسية وجدية الكتل في مجلس النواب لتدارك الأزمة الغذائية الحاصلة. على الرغم من أقرار لجنة النزاهة النيابية بأن وزارة التجارة استوردت ضمن ملف البطاقة التموينية مواد غذائية رديئة ومن مناشئ غير رصينة. الأمم المتعدة من جانبها أكدت في هذا الإطار أن ثلث العراقيين باتوا يقترضون المال لأجل الغذاء. مؤكدة ارتفاع سعر سلة الغذاء بنسبة 14% بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. في حين بينا برنامج الغذاء العالمي أن نحو ثلاثة ملايين شخص في العراق من ضمنهم نازحون ليس لديهم ما يكفي من الطعم. أما خبراء الاقتصاد فأكدوا أن نظام المحاصصة وعلاقات التجار مع الأحزاب والميليشيات المسلحة من خلال دفع الأتوات. كلها أسباب ساهمت في استشراء الفساد المالي والإداري في ملف البطاقة التموينية. الأمر الذي ولد معاناة إنسانية للعائلات التي تعاني أساسا من الفقر والبطالة بسبب ارتفاع الأسعار الذي وصف بالجنوني للمواد الغذائية من جانب. وغياب أغلب مفردات البطاقة التموينية بذريعة عدم وجود مخصصات مالية كافية لاستيرادها.